السلام عليكم وأهلا بكم أصدقائي أبطال الصف الخامس الابتدائي في فيديو جديد من فيديوهات منهج كونيكت فايف النهاردة هنتناول إن شاء الله لسن فور الدرس الرابع من يونيت تو ده آخر درسي معايا في يونيت تو يلا بنا نشوف لسن فور يونيت تو الوحدة الثانية أريد أن أكون بصحة جيدة أريد أن أكون بصحة جيدة درسي بتاعي النهاردة ممتع وشيق وبتناول أفكار سهلة يلا بينا مع بعض من ضيعش وقت ونشوف لسن فور الدرس الرابع سنبتدي بالعنوان اسمه سبورتس بيوغرافي سبورتس بيوغرافي سيرة الزاتية لشخص رياضي أو إنسان رياضي الكلمة المستدفة كمبيون أثلت 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 ميدل ميدل بيوغرافي بيوغرافي كومبيطاتر كومبيطاتر The future Water bodies Pollution Champion Athlete Middle Biography Competitor The future Water bodies Pollution additional vocabulary أو الكلمات الإضافية Paralympic Games Paralympic Games اللي هي الألعاب الأولمبية لزاوي الاحتياجات الخاصة Olympic Games Training Prize Gold Medal Bronze Medal Sports Person Special Moment Special Moment Moroccan Flag Running Water Towelette Organisms Wildlife Paralympic Games Olympic Games Pricing Pricing Gold Medal Bronze Medal Sports Person Special Moment Moroccan Flag Running Water Taillette Organisms Wild Life دي كانت الفوكابلاري والأديشنا الفوكابلاري الكلمات المستهدفة والكلمات الإضافية في لسن فور مع بعض هنشوف الفيربز ريجولار فيربز أو الأفعال المنتظمة present to bust compete competed carry carried kill killed destroyed caused caused avoid avoided الاريجولار فيربز الأفعال اللي بنضفلها دي أو اي دي أو اي اي دي واضحين الأمثلة الثلاثة معايا في الأفعال اللي معايا أو الفيربز بتاعة الاريجولار اللي معايا في لسن فور يعني مثلا compete أخرها اي منضفلها دي بس منضفلها اي دي منضفلها دي بس carry منتهية بواي قبليه consonant أو حرف ساكن بنستبدل الواي باي ونضيف اي دي طيب destroy منتهية بواي وقبليها vowel اللي هو ال او فمنضيف ال اي دي على طول ما بنستبدلش الواي هنا وcause أخرها اي فمنضفلها دي و avoid بنحط اي دي عادي يعني احنا بنضيف للفيرب أو الفعل في الباست دي أو اي دي أو اي دي حسب نهايات الساوند أو الصوت بتاعه نشوف ال irregular verbs أو الأفعال الغير منتزمة when one can could become became loose lost throw through when one can could become became loose lost throw through دي كانت ال verbs أو الأفعال regular أو irregular في listen for unit 2 listen and read ده التكست بتاعي في الدرس الرابع عن بطلة في التايكوندو هنشوف البيوغراف بتاعتها أو السيرة الزاتية بتاعتها وحنتعلم عنها nice facts حقائق جميلة و لطيفة هدايا ملاك is a famous Egyptian taekwondo player لعبة تايكوندو مصرية مشهورة she is one of the two people هي واحدة من الشخصين who carried اللي حملت أو شالت the Egyptian flag العالم المصري at the Tokyo Olympic Games العاب الأولمبية في مدينة توقيو باليابان in 2021 في 2021 this is amazing وهذا مدهش رائع هدايا was born was born يعني ولد on April 21st في 21 من إبريل 1993 سنة 93 she began بدأت practicing taekwondo ممارسة التايكوندو at the age of seven في سن السابعة and won many prizes وربحت العديد بالجوائز at the age of 14 في سن الرابعة عشر she won the bronze medal ربحت الميدالة البرونزية at the Rio Olympics في ألعاب الأولمبية في مدينة ريو in 2016 في 2016 she also won the bronze medal ربحت أيضا الميدالة البرونزية اللي هو صاحبة المركز الثالث بيبقى bronze medal الأول بيبقى أو first بليس بيبقى gold medal والsecond بيبقى silver medal والthird بيبقى bronze medal أو الميدالة البرونزية in Tokyo in 2021 in 2021 في اليابان 21 هدايا is a very kind person شخصية لطيفة جدا in 2016 في 2016 she helped a Moroccan athlete ساعدت رياضية مغربية with special needs special needs مع اللي هي احتياجات الخاصة أو disabled رجاء garamash garamash رجاء أو raja garamash raja had no one ما كانش عندها الشخص to compete against إنها تتبارى معها تتسابق معها so ولذلك هدايا became her competitor and lost أصبحت المنافسة وخسرت رجاء could therefore win the gold medal استطعت ساعتها أنها تكسب الميدالة الزهبية and it was a very special moment for her وكانت لحظة مميزة وخاصة جدا بالنسبة لرجاء what does هدايا do now هدايا بتعملي دلوقتي she's practicing hard بتتمرن بجد بقوة she really wants to win a gold medal هي بالفعل تريد أن تربح gold medal تحقق المركز الأول في الأولمبياد اللي جاء إن شاء الله اللي هي الميدالية الزهبية دي كانت biography أو سيرة ذاتية لبطلة من sports person in Egypt أبطال الرياضيين في مصر بتتكلم عن هدايا ملاك بطلة تايكوندو اللي كسبت ميدالية برونزية مرتين وفي طريقها إن شاء الله هاتحقق الميدالية الزهبية في أولمبياد بارس تشوف مع بعض إزاي نعمل biography إزاي نكتب سيرة ذاتية لشخص وده مهم جدا ممكن يقول لي write a paragraph or a biography about فلان اكتب عن شخص معين نشوف مع بعض هنكتب إزاي writing a sports biography إزاي نكتب سيرة ذاتية لشخصية رياضية number one introduce a person هنقدم الشخص واسمه giving their name ندي أسمعه number two say why they are famous هندي سبب ليه هو مشهور وانا كتبت عنده and give details details يعني نعطي التفاصيل about their sports نعطي التفاصيل عن الرياضة بتحته اللي هو بيمارسها number three give more details ندي تفاصيل أكتر about their success عن نقطة النجاح بتاعته and why they are interesting or important ليه هي شيقة أو مسيرة أو مهمة number four say what you think تقول رأيك انت بقى opinion could happen next for their career إلا حيحصل لهم بعد كده في وظيفتهم أو في حياتهم الوظيفية هداية ملاك is a famous Egyptian tech owned player she is one of the two people who carried the Egyptian flag at the Tokyo Olympic Games in 2021 this is amazing هداية was born on April 21st 1993 she began practicing taekwondo at the age of 7 and won many prizes at the age of 14 she won the bronze medal at the Rio Olympic in 2016 she also won the bronze medal in Tokyo in 2021 ودي كانت بيوجرافيا عن هدايا اللي احنا اخذناها في الشرح في اللي فات الجزء التاني معايا في الدرس بتكلم عن water pollution تلوث المياه اسبابه واضراره والسوليوشنز بتاعته والحلول بيقولي when harmful chemicals harmful مؤذي chemicals مواد كيميائية ضرة go into water bodies بتنزل او بتذهب للwater bodies المسطحات المائية والمجاري المائية like the rivers lakes and seas الانهار والبحيرات والبحار we call this احنا بنسمي ده water pollution تلوث المياه water pollution can kill organisms ممكن يقتل الكائنات الحية that live in the water اللي بتعيش في المياه such as fish birds and crabs زي السمك والطيور والكابوريا it can also kill birds بتقتل الطيور ايضا that eat the fish اللي هي بتاكل السمك الملوس water pollution تلوث المياه can cause animals to lose their homes بيسبب فقدان الحيوانات لمواطنها and change their habitats وتغير بيئاتها المتعودة عليها cause الاسباب waste water مياه او مخلفات المياه from sinks من احواض والتاولت ودورات المياه and showers والاستحمام والمواد الكيميائية من المصانع دي بتسبب البوليوشن ايه كمان الوستوووتر مخلفات المياه من مخلفات الزراعة في المدن والمناط الزراعية اللي بتزل في الأنهار طيب الايفكتس التأثيرات ديرتي ووتر المياه القذراء ومتسخة can make children and the old people ill بتسبب المرض للأطفال وكبر السن المياه الملوسة بتدمر الحياة البرية في الأنهار what are the solutions ايهي الحلول save as much water as possible وفر مياه على قد ما تقدر take shorter showers ناخد دوش أقصر الفترة الزمنية في الاستحمام تبقى أقصر avoid running water نتحاشى المياه الجارية never throw garbage 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 trash كلها مسمى واحد ما تلميش القمامة in or near a lake or a beach بالقرب أو في في أو بالقرب من بحيرات أو الشواطئ يبقى دي causes الأسباب ودي effects التأثيرات ودي solutions الحلول تمرين صغيرة على الدرس الرابع في unit 2 reorder the following to make correct sentences حنرتب عشان نكون جمل صحيحة number one kill water can pollute organisms water pollution can kill organisms water pollution can kill organisms number two make dirty children water can ill dirty water can make children ill dirty water can make children ill she won the bronze medal at the rio olympics هي كسبت الميدالية الزهب البرونزية في أولمبياد rio number four middle when she wants really to a gold she really wants to win a gold medal هي بالفعل تريد ربح الميدالية الزهبية آخر واحدة رجاء could therefore win the gold medal رجاء استطاعت حينئذ أن تربح الميدالية الزهبية ده كان الدرس الرابع من unit 2 آخر درس في unit 2 انشاء الله الفيديو جاي هنبتدي في unit 3 أرجو أن تكونوا استفدتوا أرجو أن تبخلوش علينا بالاشتراك في القناة وعمل لايك للفيديو وأرجو أن تكونوا في أتم صحة وعافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته